تمكن الثوار في الساحل السوري من إحباط محاولة تسلل لميليشيا أسد الطائفية في محور الحدادة بجبل الأكراد وذلك منتصف ليلة أمس للحديث أكثر ولتفاصيل أكثر حول هذه العملية سأستضيف معي السيد عبدالله طحان أحد القادة الميدانيين في الجبهة الوطنية للتحرير أهلا وسهلا بك أهلا أخي كريم سيد عبدالله إذا بتحكي لنا عن اللي صار يوم أمس في محور الحدادة بجبل الأكراد بسم الله الرحمن الرحيم تم بعمل الله صد محاولة تسلل لميليشيا أسد على محور الحدادة شهدنا عن طريق كاميرات الحرارية ودخلناه لمنطقة القتل بأراضينا محلمة من رابط وتعاملنا معهم الأخي المجاهدين تعاملوا معهم بالإسلحة الخفيفة المتوسطة وتم بعمل الله صد المحاولة بنجاح نعم فيه إحصائية لعدد القتلى والجرحة بصفوف ميليشيا أسد؟ تقريبا ما فيه بس يعني فيه عندهم قتلى وجرحة تقريبا بالـ 12-13 واحد نعم سيد عبدالله بالتزامة مع محاولة التسلل اللي صارت يوم أمس صار قصف مدفعي وصاروخي مكثف على أغلب محاور وقرى ريف اللادئية وريف جسر الشغور الغربي وين تركز القصف بالتحديد؟ حاجة كل ما عمل نظام تسلل على محاورنا والاقتحامة محاورنا وفشل فيها باستهدف المدنية بريف جسر الشغور وريف الساحل بشكل عام انتقاما من المدنية والأطفال لأن هنا ميليشيا أسد طائفية شكرا كتير إليك سيد عبدالله إذن مشاهدين بالتزامن مع محاولة التسلل التي قامت بها ميليشيا أسد الطائفية باتجاه محور الحدادة بجبل الأكراد يوم أمس استهدفت ميليشيا أسد الطائفية بشكل مكثف وعنيف محاور وقرى ريف اللاذقية وريف جسر الشغور الغربي تركز القصف على محور التفاحية وجبل تردين وأيضا محور كبانا في ريف اللاذقية كما طال القصف محيط بلدة بدامة مما أسفر عن سقوط جريح في صفوف المدنيين محمد الأشقر لوريينت نيوز ريف اللاذقية